بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام فسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيا إنا لما طهلنا أحملناكم في الجاليا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنوا وأعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهيا والملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم طرؤوا كتابه فيقول ها أم طرؤوا كتابه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا قطوفها دانيا كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخاليا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها درعها سبعون ذراحا فاسلقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض ولا طوام المسكين فليس له اليوم هنا حبيبين ولا طعام إلا من مسكين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليوم ثم لقطرنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر